نبدأ مؤتمرنا الصحفي هذا أو مؤتمر الإشهار لللجنة التحضيرية العليا لتيار فبراير الوطن فكرة إنشائه تراوح داخل أساعة من صنعة إلى تعز إلى عدن إلى أكثر من ساحة في الجمهورية في 2012 بشكل مستمر ولم تنضغ هذه الفكرة سوى في الفترة الأخيرة جرى تشكيل أكثر من كيان شبابي مزيقة إن كان أن بتنظيم سياسي ربما لم تنهى ولم تفرض ما فرض عليها في مؤتمر حرض وخمير اليوم أو ربما غدا أو بعد غد هناك أطراف مملكة الأردنية الهاشمية وما بين برين العاصمة الألمانية وما بين سلطنة عمان لتشكيل أو بدأت تحرك الجناح الناعم لجماعة صالح والحوثي أو لجماعة الانقلاب بهدف الضغط على التحالف العربي لإيقاف العملية العسكرية والدخول بحالة تفاوض لجماعة حوالي ثمانين ألف من القتل المدنيين الذي نسل كل مضخح مملكة في صنعه على مدار ثلاثة أعوام وفي شبه الجزيرة العربية ابتداء من عام ألف تسعين كامل به من كل تفاوض كنا نتفاوض لكي نعيد ترتيب تحالفاتنا ثم نتقاتل وبالتالي الذي يفرض شروطه هم الجماعة العسكرية الجماعة العسكرية هي من كانت تفاوض وما كانت اليمن بلدان ثم فيما لأن الناس ربما لا تتفاوض كان يتم الاستعاذة بنخواب جاهزة ودائما يقال أن الثورة تظل فريسة للقوى الجاهزة على الجميع ربما اليوم قد تتسنى فرصة قد لا تتوفر في الغد القريب وقد لا تكون متاحة في العام القادم هذه المسائل تحتاج إلى فتة أشهر أن نصل تقريبا إلى حوالي 457 الذي ننتوي بشكل عام البلوغ وكل تكتل كنا نشكله كسفينة نوح نأخذ فيه من كل زوجين اثنين لكن كنتيجة عامة كانت إما أن تغرق السفينة إما أن تغرق السفينة أو يتحول الجميع إلى طيور كل منهم وهو أقر قبل أن نصل إلى أول مرفع واليوم ربما نحن نطرح فكرة واحدة لا نلزم الناس وأيضا لا نمثل فبراير بكافة أبعاده نحن قزعا منه لكن لا نحتكر تنثيله نحن قزعا من هذا الحدث لكن لا نحتكر تنثيله على أحد كما يدعي البعض أو يحاول أن يخلق له مظرمة لأننا أبناء تاريخ المظرمة نحن ضحايا مظرمات وارتكبات من صفين ومات لها وربما ما نعاني منه اليوم هو أحد نتائج ضحية مظرمة تربلة التي لا نعرفها ولسنا قزعا من تاريخها أيضا ولم نعايشها ثم يثجعلتنا نحمل مقابرا على ظهورنا وبالتالي كسر الظهورنا قبل أن توصلنا إلى برعا وما يجب أن نعمل عليه لدينا قوى سياسية على الأسف الشديد عجزت على أن تغادر محوى الإيدولوجيا التي أوجدت نفسها داخلها وبالتالي الجميع يقسم وبدون باقي وبالتالي هذا ما لم نخرج من أجله نحن خرقنا داخل هذا البلد لهدف واحد وعلى الجميع أن يستوعب هذه المسألة عادة الثورات السلمية تقود إلى تحت والسلطة وبقية المسميات فهي مهام السلطة السلطة هي من تبني الدولة وليس الشعر فهمه الجميع هناك خلط ما بين مهام الدولة والسلطة في هذه المدينة تحملت بدلا من الأحزاب وعملت بدلا من الأحزاب ومع الأسف أتى من يضيف عليها رابعا دور القيش فقامت لكل هذه الأدور ومع هذا لا زالت هذه الأحزاب تلعنوا لين النهار في كل مكان هناك آلية للفرق ما سوف نعلنه هو إضافة للحياة السياسية داخل البلد إضافة للحياة السياسية وأدى من أدوات ربما تطوير واستفزاز هذه الحياة التي بدأت تنصدم وبدأ البعض يهدد بأنها وصلت إلى حالة من الإنسداد والبعض يقول الموت السريري والبعض قيلة في هذه التنظيمات وهي في الأول والأخير تنظيم الدولة الأحزاب أشكال من أشكال تنظيم المجتمع نعلن اليوم ما نسميه بتيار فبراير الوطني وهو تيارا من حيث التوقف العام أقرب إلى الليبلاري باعتبار أن الليبلاريين هما الأكثر قدرة على صيانة الحرية والاختلاف وهذا ما نأمله أو نسعى إليه لأن ما كان يدمر كل الأشكال التي أوقدناها هي أن بعض القوى الهيدولوجية غير قادرة على استيعاب الآخر أو ظلت كما يقال كالإذاعات ذات الموقع الواحدة لا تستقبل سوى إرسال واحد وهنا كانت الكارثة علينا أن ندفع هذا المجتمع الحزب السياسي ليست أديان الحزب السياسي فكر قابل للتطور وهو مجموعة مصالح مجموعة من المصالح التي تقرأ اليوم استطعنا أن نصل على امتداد القمهورية اليمنية إلى مجموعة كبيرة من المؤسسين سوف نعلن لقنة تحضيرية إلى أن نعقد أول مؤتمر تأسيسي ربما بعد ستة أشهر على أعلى تقدير لهذا التيار لنخرجها بسلطة شرعية هذه اللقنة التي سوف تعلن هي لقنة مهام مهمتها استكمال وثائق هذا التيار كمشاريع وتقديمها إلى المؤتمر العام لتحول إلى صيغة شرعية تقفلنا نحن بهذا قد يعرضنا إلى أن نحن كهذا الظرف الذي نحن فيه ربما نتعرض وقع صحفي مشحوم بالشولحة كما يقال وبالتالي كل مننا يأخذ نصيبه وإلا أصامت منا تماما الآن سوف يقرأ بيان الإشارة ترجمة نانسي قنقر بيان إشار التيار يا جماهير الثورة نقف هنا اليوم بكل شموخ وإباء ثابتين على الأرض معلنين بكل صرار الانتصار لقضيتنا العادلة واستمرار ثورة الحاج عشر من فبراير ونهجها التغييري من أقل العبور للمستقبل المنشود ولأننا شعبا عريق يعيذاته الوطنية اليمنية العربية وحضارته العربية الإسلامية وندرك قيدا حجم التحديات القسام الماثلة أمامنا وقدر التضحيات التي قدمها هذا الشعب ولا زال يقدمها للوصول إلى حقه الطبيعي في الحرية والديمقراطية وبناء دولته اليمنية الاتحادية الضامنة للشراك في السلطة والثروة والدولة التي تصن حقوقه الأساسية في الحياة والعمل والتعليم والحرية واعتبار الدمقراطية الطريق الواحد للتداول السلمي للسلطة داخل النظام القمهوري أيها الشعب اليمن العظيم تمر بلادنا بمرحلة خطيرة جدا في تاريخ السياسي المعاصر تفرض علينا جميعا كسر حاجز الخوف والتردد والاستسلام وتحرير أنفسنا من براثين ثقافة الاستبداد التي فرضت علينا عقودا من الزمن وأستطاعت أن تطبعنا بنهج شمولي استعدي الآخر وعمقت أمراض الكراهية والإنعزال والتشكيك بالآخرين وتدمير العقل الجمعي للمجتمع باعتباره القوى القادرة على إيقاف الاستبداد وخلق التوازن الضامن للعدالة والمساواة للأفراد والجماعات إن هذا التحدي الخطير يفرض علينا إعادة تنظيم أنفسنا في تكتل سياسي يسهم بفعالية للخروج من هذا الوضع لأن الانقلاب الذي أسقط الدولة أراد أن يسقط المجتمع ويدفعه إلى حرب أهلية تتيح له الانقضاض على السلطة والتحكم في مصير البلد وتسليمها لحليفه الإقليمي المتمثل في الدولة الفارسية ومرتعا خصبا لقوى الإرهاب والفوضى المهددان الوحدة الوطنية وأشقائنا في دول الجوار والأمن القومي العربي والتجارة الدولية ولولا تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي أنقذ خاصلة الأمن القومي العربي من التمدد الإيراني وإعادة السلطة الشرعية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني يا جماهير فبراير الأبية يهدف التيار فبراير الوطني الديمقراطي للإسهام في تحقيق إهداف الثورة الشبابية الشعبية وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية والحفاظ على النظام الجمهوري وصولا إلى الدولة الاتحادية الديمقراطية وتحقيق نهضة تنموية شاملة وقع الحقوق الإنسان هدفا استراتيقي لنضاله وإعادة الاعتبار للذات الحضارية اليمنية وبناء علاقات تعيد لليمن مكانته التاريخية والحضارية وإننا في تيار فبراير الوطن الديمقراطي ننتهز فرصة إعقادة القمة العربية في المملكة الأردنية الذي ياتينا قادها متزامنا مع إشهار هذا التيار لمناشدة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية باسم كل الشباب العربي إلى استيعاب تطلعات هذا القيل القادم ومساعدته تمكينه سياسيا للإسام في إحداث نهضة عربية فهو قيل يرفض البقاء في الهامش على المستوى الداخلي ويتطلع لقيادة الأمة العربية إلى موقع ريادي على المستوى العالمي في القريب بإذن الله أيها الثوار انتقوا نخبكم إن الثورة التي لا تنتق نخبتها السياسية تظل ثورة عقيمة تحكمها القوى القاهزة على أرض الواقع على أرض الواقع ولذلك فإننا نعلن اليوم اللقنة التحضيرية العليا لتيار فبراير الوطني الديمقراطي والتي تأتي بعد ستة أشهر من العمل المتواصل أستطعنا فيها الخروج بتشكيل نواة الهيئة التأسيسية لهذا التيار وبقوام يفوق 457 مؤسس ولا يزال الباب مفتوحا لشباب الثورة وكل القوى الرافضة للانقلاب للانضمام لهذا التيار ونظرا للأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الحرب وعطلت كل شيء فإننا نلعنا لإشهار هذه اللقنة التحضيرية لاستكمال مهامها الكاملة وصولا لإنعقاد المؤتمر التأسيسي الأول وبه تنتهي مهام اللقنة التحضيرية عاشت ثورة فبراير الحرابية الرحمة والخلود للشهداء الشفاء والقرحة الحرية للأسرى والمختطفين النصر للجيش الوطني والمقاومة الشعبية اللقنة التحضيرية العليا لتيار فبراير الوطني الديمقراطي تعز 28 ثلاثة عالفين سبعة عشر ميلادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر